الحمد لله رب العالمين طيب احنا اتفأنا قانونc طيب احنا طالب منك قانونc في حال احنا عم ندفع الصندوق بهذا الاتجاه اللي فريكشن رح يكون بالاتجاه المعاكس احنا ندفع الصندوق بهذا الاتجاه ومعطيك قوى مختلفة معطيك 5 different powers طيب what we have to do is to put the two formula that are related to the فريكشن فورس اتفعنا انه الفريكشن تساوي الفورس فريكشن هاي حط F تساوي النورمال فورس ضرب ميو اللي هي الكويفشن بتكون في حال الجسم ما تحرك وتكون في حال الجسم عم بتحرك طيب كيف بدي عرف انا انه الجسم متحرك او انه الجسم ما تحرك اول اشي بحسب بالفورس of friction تعيت اعلى static friction اللي هي ميو تعيت static friction ضرب النورمال فورس النورمال فورس قدي النورمال فورس انا شايف انها مساوية ل الويت لانه الجسم لا عم بغسطة تحت وانا عم بطلع لفوق فمجي تساوي النورمال فورس طيب مجي اللي هي عشرة ضرب تسعة فاصلة ثمانية اللي هي تساوي النورمال فورس طيب فاذا عوضت هنا ثمانية وتسعين الـ coefficient of static friction بوجده هذا أول خطوة دائما في حل أي سؤالة لفريكشن أوجد قديل force of friction تبع الـ static friction force of static friction 0.4 طيب نحسبها 0.4 ضرب 9.8 بطلع تساوي 39.2 فهاي هي أعلى force of friction للـ static يعني إذا تجاوزنا إذا عملنا قوة دفع بأعلى من 39.2 39.3 مثلا الجسم رح يبلش يندفع بهذا الاتجاه رح يبلش يندفع بهذا الاتجاه رح يتحول لفريكشن من static friction إلى kinetic friction إذا تفهموا شو هاي النقطة اللي إحنا حسبناها إحنا اتفقنا إنه الفريكشن رايح يزيد كل ما زدنا الدفع فمثلا إحنا دفعنا بقوة 10 رح يكون الفريكشن 10 إذا دفعنا بقوة 39.1 حسب المعادلة اللي إحنا حلناها هون تمام رح تكون الفريكشن 39.1 دفعنا بقوة 39.2 رح تكون فريكشن 39.2 إذا دفعنا بقوة 39.3 رح ينهار الفريكشن رح ينصير مستخدم سعيدة كيفشن كينتك فريكشن زي هون الرسم اللي ورجناكم إياها بالفيديو الماضي هو ارتفاع 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 هنا النقطة هون اللي هي حسب بالسؤال الماضي هنا بهذا المعادلة 39 بهذا الرسم 39 إحنا على السؤال الماضي على معادلتنا طلع 39.2 تمام وحسب الجسم وهي الفكرة حسب الجسم بس هي أعلى نقطة فيه من السؤال الماضي حسبنا 39.2 يعني بعديها رح ينهار الفريكشن زي هيك بصير قد قوة الفريكشن إذا أنا عملت أي فورس أعلى من 39.2 بتصير قوة الفريكشن هي هاي بنطلعها من هاي المعادلة بس هون بدلا بحط كينتك فريكشن بسعيتها بصير بعد ما الجسم يتحرك هاي المعادلة وأنا هي الفورس وأعلى فورس قبل ما الجسم يتحرك ألا بدي الفورس بعد ما الجسم يتحرك اللي هي ضرب الكاينتك أو الكاينتك كويفشن توفي فريكشن طيب اللي هي ميو كاينتك تمام اللي مو فهم شو ليش عم منحل زي هيك أو أيش عم نعمل إحنا يرجع لآخر الفيديو الماضي ويشوف شرحي على الرسمة أوكي هلا الهاي اللي هي 98 ضرب 0.3 وإذا بدنا نحسبها بطلع معاي الجواب 29 أو عشرين فاصلة أربعة من المعادلتين اللي أنا طبقتهم إيش معنى هدول المعادلتين معنى هدول المعادلتين إنه إذا بلشت أطبق قوة صفر بلشت أدفع الجسم هذا اللي هون اللي وزنه 10 كيلو اللي كتلته 10 كيلوغرام ووزنه 98 نيوتون إذا بدأت أطبق عليه قوة بهذا الاتجاه بدءا من صفر إلى 39.2 فالجسم ما رح يتحرك لأن رح يكون في قوة معاكسة لقوة دفعي أنا عبارة عن بنفس مساوية لقوة الدفع فرضا أنا عم بدفع بهذا الاتجاه بقوة 10 رح يكون في فريكشن عكسي 10 رح يكون في فريكشن عكسي 20 عم بدفع بهذا الاتجاه 30 فريكشن عكسي 30 إذا وصلت لإني بدفع 39.2 ففريكشن عكسي 39.2 إذا بدأت أدفع بقوة أعلى من 39.2 القوة اللي عم بدفع فيها أعلى من 30.2 رح يكون في فريكشن قيمته 29.4 وهذا القوة الفريكشن خلص بصير ثابت إذا بدأت أدفع من قوة 39.2 أعلى من قوة 39.2 بدأت أدفع مثلا بقوة 39.2 رح يكون الفريكشن العكسي 29.4 بدأت أدفع بقوة مليون رح يكون الفريكشن العكسي 29.4 تمام طيب إذا قوة الدفع صفر فالفريكشن رح يكون صفر عشرة عشرة أقل من 39.2 أو أكتر منها أقل منها فمعناته الفريكشن رح يكون عشرة أو سالب 10 بالاتجاه الثاني 20 رح يكون سالب 20 يعني بالاتجاه المعاكس 38 رح يكون 38 الفريكشن طيب 40 الفريكشن رح يكون 29.4 تمام لأنه 40 أكبر من 39.2 فمجرد ما زدنا عن رقم 39.2 رح تصير الفريكشن 29.4 إذا 39.2 أو أقل فما رح يصير فيه حركة للجسم لأنه قوة الدفع رح تكون مساوية لقوة الفريكشن قوة الدفع رح تكون مساوية لقوة الفريكشن آخر مرة باللخص اللي إحنا حكينا بالعربي إذا قوة الدفع أكتر من 39.2 فقوة الفريكشن 29.4 إذا قوة الدفع 39.2 أو أقل تمام فمعناته قوة الفريكشن مساوية لقوة الدفع والجسم ما رايح يتحرك واضح هاي هي فكرة السؤال وهذا هو كل اللي حكينا بالحل تمام تمام طيب لاحظ هو اشتهاد منه من غير طلب السؤال حل أوجد الأكسلريشن تبع هذا الجسم بالمناسبة خلينا نوجد مثلا إجا وحكا لك أوجد لي الأكسلريشن تبع هذا الجسم لما أنت تدفعه بقوة 40 رح تحكيله أن لما دفعته بقوة 40 كان عكس لفريكشن 29.4 من الحزب من المرة الماضية فالقوة المحصلة هي 40-29.4 قديش يساوي 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 40-20 اللي هي 6 بعد الفاصلة طبعا وهنا عشرة تمام 10.6 فهاي هي القوة المحصلة طيب إذا قال لك احسب لي الأكسلريشن تبع هذا الجسم تحكيله الأكسلريشن من القانون مجموع الفورس يساوي الماس ملتبلاي باي أكسلريشن الفورس اللي هي 10.6 تساوي نواس اللي هي 10 في الأكسلريشن تقسيم 10 تقسيم 10 بطلع عندي الأكسلريشن تقريبا 1.1 ميتر تمام فمن هذا القانون بقدر أحسب بالأكسلريشن أوك تمام نيجي هون بحكي لك عندي جسم محطوط على السطح زي هيك تمام وأنا أثرت عليه بهيك بهذا الاتجاه القوة وهنا الزاوية اللي هنا 30 أثرت عليه بهاي القوة بقوة 40 نيوتن تمام وقال لك إنه كتلته 10 كيلو جرام وعندي كويفيشن أوف استاتيك فريكشن وكويفيشن أوف كانتك فريكشن زي السؤال الماضي أوك الكويفيشن أوف كانتك فريكشن هو 30 الكويفيشن أوف استاتيك فريكشن اللي هو قديش اللي هو شو اسمه ميو يساوي 0.4 أتوقع هيك هو قصد السؤال بحكي لك بحكي لي عندي وإحنا بدنا نهمل وزن الكورد هذا الحبل وبدنا نهمل وزن البكرة وبدنا نشوف بحكي لك هذا فيه أكسلريشن عندي أنا أستعمل من نفسي حسن فيه أكسلريشن عندي بهذا الاتجاه بهذا الاتجاه طبعا منهم مربوطين ببعض بدي أحسب مطلوب مني أحسب الأكسلريشن هذا طيب عشان أحسب هذا الأكسلريشن بدي أطبق فريبادي دياغرام هنا على هذا الجسم فريبادي دياغرام هنا على هذا الجسم أي لك طبعا الفريكشن على هاي الطاولة بين جسم A وهاي الطاولة بدك تحسبه بس الكويفيشن فريكشن صفير فاصلة اتنين طيب تعالوا نشوف هذا بي اللي هون بي منطبق عليه القانون سيجما فورس يساوي الماس ملتيبلاي باي أكسلريشن سيجما فورس بكل بساطة عندي لتحت Mg وعندي لفوق التنشن تبع الحبل وما أنه عم بيعمل أكسلريشن لتحت فأكيد المجي أعلى من التنشن تمام بحط المجي هي الموجبة ناقص التنشن يساوي الماس ملتيبلاي باي أكسلريشن قدي الماس تبع هذا اتنين معطيك هي والجي هنا 9.8 ضرب اتنين تمام اللي هي بتطلع 19.6 ناقص التنشن تساوي الماس ملتيبلاي باي أكسلريشن اللي هو اتنين ضرب اي عندي مجهولين هنا بسيبها على جنب هاي المعادلة تعالوا لهذا الجسم هذا الجسم في عندي Mg لتحت ايه 5 ضرب اه 9.8 وعندي لفوق النورمال فورس وعندي هنا التنشن وعندي لهون الفورس طيب هلا لتحت وفوق بالنسبة للواي أكسس اللي هو لتحت ولا فوق ما عم بتحرك للا تحت ولا لفوق فذا انا بطبق قانون سيجما فورس اه على الواي أكسس يساوي mass ملتيبلاي باي أكسلريشن هذا يساوي صفر هذا الجزء يساوي صفر لأنه ما في أكسلريشن ما عم بارتفع ولا عم بنخفض فبالتالي بستنتج انه الماس او الويت ناقص النورمال فورس يساوي زيرو بالتالي Mg يساوي النورمال فورس المجي قديش اللي هي 5 ضرب 9.8 يساوي النورمال فورس بالتالي النورمال فورس بستنتج من هذا الاشي انه النورمال فورس تمام هذا سهم عم النورمال فورس تساوي 49Н طيب 49 ن الهذا بدأ حسب الفورسوفيفركشن الفورسوفيفركشن من القانون تبعها هايتساوي النورمال فورس ضرب الكو ايفشنت نيتيك فريكشن اللي هي تساوي 49 ضرب عدي الكو ايفشنت أو في كنتك فريكشن صفر فاصلة 2 تمام اللي هي تساوي 9.8 نيوتون طيب صار عندي الفورسوفي فريكشن ايش اللي بادر اعمله هلأ هون هون انا بادر هلأ اطلع اذا بدي ارسم على جنب مثلا هون اخدنا هاي الزاوية سوري بادر احكي انه سيجما فورس على الاكس اكسس تساوي الماس ملتيبلاي باي اكسللريشن الا الاكسللريشن هون انا ما بعرفه انا لسه بدي احسبه بس انا بادر اعرف انه نفس الاكسللريشن اللي هون الا الماس قدي تساوي خمسة اذا قسمت هاي ام هون وهاي ام هون وبالتالي بتطلع سيجما فورس اكس على الماس تساوي الاكسللريشن تمام الاكسللريشن طيب مجهولة بالنسبة الي اللي هون هاي الحدود اللي هون اللي هي نفسها التنشن ناقص السيجما فورس اكس اللي هي التنشن ناقص الفورسوفي فريكشن وتقسيم تحت في المقام اللي هي الماس الماس قدي خمسة التنشن قدي مجهول ما بعرفه ناقص الفورسوف فريكشن أدى حسبته 9.8 تمام طيب تعالوا بكل بساطة هاي طرع عندي أنا معادلة تانية للأكسليريشن بعوض هاي المعادلة هون فبصير عندي 19.6 ناقص التنشن يساوي 2 في الأكسليريشن اللي هي T ناقص 9.8 على 5 تمام نجرب نحسب T من هون T تقريبا بتطلع تساوي 17 تقريبا يعني رفلي وإذا عوضنا T هنا وحسبنا الأكسليريشن الأكسليريشن رفلي برضو تقريبا بطلع يساوي 1.3 إفراطة لأنه T لا تساوي 17 تماما طيب هيك ما يكون حسبنا الأكسليريشن تمام هاي الأكسليريشن نفس الشيء تقريبا وهنا وين T أي حاسب هو T إحنا مطلوب منها بس الأكسليريشن طيب نيجي لها هذا السؤال الأخير السؤال هذا بيحكي لك بكل بساطة عندك زي هيك منحنة جليدي هذا المنحنة الجليدي هنا الزاوية 30 تمام وعندك زلمة حرصه مخط بس هو يعبر عن أو بوكس زي هيك يعبر عن الزلمة عشان ما ننعجق يعني هاد الزلمة عم بنزل لتحت عم بعمل أكسليريشن طيب لتحت بفعل الجاذبية على الجليد طبعا فيه فريكشن والكو افشن توف كايناتك فريكشن صفر فاصلة واحد لأنه جليد أوكي طيب إذن إيش في عندي قوة أنا أثر على هذا الزلمة أو إيش في عندي قوة فريكشن طبعا مإنه عم بنزل لتحت في عندي فورس وفريكشن هنا وفي عندي قوة الجاذبية اللي ساحبته بهذا الاتجاه اللي هي أم جي هلا الام جي هاي مشكلة علينا إحنا إيش اللي بدنا نساوي عشان نسهل ع حالنا طيح نفترض إنه زي هيك هذا اللي هون هذا هو X axis وهذا اللي هيك اللي هون هذا هو Y axis فبالتالي هاي الام جي هذا الX component تبعها وهذا الY component تبعها هون رح يكون الY component وهون رح يكون الX component طيب وطبعا أكيد في عندي Normal Force بهذا الاتجاه عم تدفع جسم الإنسان هذا اللي وقف هون لفوق طيب إذا هون عندي الام جي X component بهيك ام جي X component وهون بهذا الاتجاه الام جي Y component تمام طيب الام جي X component إيش الزاوية بينه وبين الX axis تمام يعني إذا بدنا نفترض إنه هون X axis إحنا عنا الزاوية هاي لمعطات 30 فإذا الزاوية هاي اللي هون طمام رح تكون متممة للمثلث لأنه هذا النزل لهون رح يكون هون في عندي زاوية قائمة فهون هاي الزاوية رح تكون متممة للمثلث زاوية المثلث 180 فإذا هاي 90 وهي 30 هاي أكيد رح تكون 60 فإحنا الام جي X رح يكون هو نفسه الام جي ضرب كوزاين الستين والام جي Y هو نفسه الام جي ضرب ساين الستين وبناء على هذا الأساس رحي ننحل طيب إذن اتوضحت الصورة أنا بالنسبة لنا هيكها بشكل كبير إيش القوة المؤثرة على ال Y أكسس وإيش القوة المؤثرة على ال X أكسس ال X أكسس عندي ال M G X وعندي الفورس وفريكشن وعلى ال Y أكسس في عندي ال M G Y وعندي النورمال فورس الآن على ال Y أكسس ال Y أكسس فيه إكوليبريم لأنه لا الإنسان عم بغوصله تحت لجوه الأرض وعن عم بطلع على فوق بطير بهذا الاتجاه فمعناته سيجم فورس اللي تساوي الماس ملتيبلاي بي أكسلريشن هاي تساوي 0 سيجم فورس قد تساوي تساوي النورمال فورس ناقص M G على ال Y أكسس تساوي 0 M G على ال Y أكسس قد تساوي ال Y أكسس يعني ساين ساين أي زاوية فم قد أعطيك إيها م مجهولة بس رايحة تنشطب معنا بالآخر ضرب تسعة فاصلة تمانية ضرب ساين الستين طيب بنقول هذا الحد لهون فبيصير هذا الحد اللي زي هيك طبعا هنا النورمال فورس تمام تمام بحسب النورمال فورس مع هاي الأشياء اللي هون مثل عندي النورمال فورس يساوي تمانية فاصلة أربعة تسعة ضرب الماس تمام هاي حسبة النورمال فورس in terms of mass طيب راحت بحكي لي طيب الماس يعني ما بنقدر نعرفها أبدا هحكيه لك بعد شوية انت راح تكتشف تطلع كل ما زادت النورمال فورس رايحة تزيد الماس فبالآخر انت بس تيجي تحسب بالأكسلريشن تبع الجسم الأكسلريشن هنا هو عبارة عن M G X ناقص الفورس و في فريكشن احنا متفقين انه قانون الفورس هلأ بس تعال بس يجي تطبق باتفقين انه الفورس تساوي mass multiply by acceleration acceleration مجهول والماس مجهول ولكن الفورس هون مجموع القوة هون اللي هو بيأدي لانه تطلع النتيجة النهائية تبعة الأكسلريشن هو متأثر بالM G ومتأثر بالفورس و في فريكشن ولكن احنا بنعرف انه الفورس و في فريكشن هي تساوي normal force multiply by kainetic coefficient فريكشن صح؟ طيب فاذا النورمال فورس كل ما تزيد رايح تزيد الM G فلاحظ انه الزيادة بين الفورس و في فريكشن و الM G زيادة طردية فعشان هيك في النهاية شو ما كان وزن هذا الجسم رح يطلع الأكسلريشن تبعه ثابت و رح نشوف بعد شوي ليش تمام؟ بس لاحظ هون لانه كل ما زادت الM رايح تزيد normal force وكل ما زادت normal force رايح تزيد الفورس و في فريكشن فبالتالي الفورس و في فريكشن بتعاكس الM G فإذا كل ما زادت الM رايح تزيد الفورس و في فريكشن فبالتالي الزيادة هون تلغي الزيادة هون بيظل الأكسلريشن ثابت تمام؟ طيب تعالوا نوجد هلا قده الفورس و في فريكشن الفورس و في فريكشن تساوي قده تساوي normal force ضرب م U of kinetic friction اللي هي نفسها 8.49 ضرب الماس ضرب 0.1 ندي بتطلع 0.849 في الماس تمام؟ هاي طلعت عندي الفورس و في فريكشن نيجي لها هاي على ال x-axis على ال x-axis mass multiply by acceleration لا يساوي 0 لأنه الانسان عم بنحضر هاد لتحت تمام؟ مجموع القوة اللي هو M G على ال x-axis ناقص الفورس و في فريكشن اللي هو نفسه طلعناها هلا هون يساوي 0.849 بالماس يساوي mass multiply by acceleration تمام؟ M G الم G X component اللي هي نفسها M G multiply by cosine اللي هي cosine الستين تمام؟ اللي هي بتطلع عندي بالآخر cosine الستين ضرب 9.8 بتطلع عندي الجواب 4.9 في M ناقص 0.849 في M طبعا يساوي M multiply by A تمام؟ شو اللي بدنا نساويه؟ هذا ناقص هذا إذا بدنا نحسبهم بتطلع عندي هون 4.05 M تساوي M multiply by acceleration وشطب M من هون مع M من هون تطلع 4.05 تقريبا اللي هي يعني يساوي 4 لاحظ هنا بس حسب acceleration طلع عنده تقريبا 4 meter per second تمام يا جماعا بتمنى أن السؤال يكون مفهوم الله يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته